بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع موضوع جديد وهو موضوع تصميم البراغي البراغي اللي هي البولتس تصميم البراغي طبعا البراغي في الغالب تستخدم للتثبيت وإن كان هناك لها تطبيقات أخرى كثيرة لكن اللي يعنينا هنا هو البراغي التي تستخدم للتثبيت طبعا كتابكم يتناول هذا الموضوع مع موضوع البراغي أو اللوالب لكن تستخدم لنقل القدرة في الغالب هنا البراغي البولتس تستخدم للتثبيت وهي في الفصل الثامن من كتابكم اللي هو كتاب شقلي ابتداء اللي نتعرف على نوع التسنين في البراغي طبعا اللي شكل اللي أمامكم يمثل مسنن متري سواء كان متري أو بالنظام القديم هذا الشكل ما لا راح يكون هذا الشكل التسنين فما هي أهم الأمور اللي تلاحظونها هنا اللي تم الاتفاق عليها تلاحظون أنه هذا هو شكل السن يكون بهذا الشكل طبعا هذا القطر الخارجي للسن اللي هو الميجر دايوميتر واللي احنا نرمز له بالرمز دي الميجر دايوميتر نرمز له بالرمز دي وثانيا الميلموم دايوميتر اللي هو يمثل قطر الجذر اللي هي الماينر احنا نرمز له بالرمز دي آر يعني الدي روت مع ذلك أدنى الدي اللي هو المتوسط بيناتهم اللي هو الدي بيتش دي بيتش اللي هو قطر الخطوة اللي هو المتوسط ما بين الدي روت والدي الميجر دايوميتر زاوية السن زاوية السن بالنظام المتري هي ستين درجة اللي هي الزاوية تو ألفة تساوي ستين درجة يعني ألفة تساوي ثلاثين درجة إذا ردنا ندخلها في المعادلات لإيجاد التورك راح نشوف احنا بالجداول بعد قليل شيء اسمه الأي تي الأي تي هي المساحة اللي تتعرض للتينشن المساحة الفعلية اللي تتعرض للتينشن تم الاتفاق عليها على أن تكون هي المساحة لمتوسط قطر بين الديروت والديبيج لعني الديروت هذا الديروت اللي صغير والديبيج الديبيج الأبار جمالتهم نأخذ الأبار جمالتهم ونوجد المساحة تمثل مساحة الشت مساحة الشت يعني من تريد تطلع الستريس على يا مساحة تقسم من هاي المساحات الثلاثة على الدي ار لو على الدي بي لو على الدي لا تقسم على مساحة يسموها الاي تي اللي هي موجودة طبعا بالجداول راح نعلمكم الشون توجدوها حسب هذا النظام حسب هذا النظام ممكن أن نحسب الديبيج والدي ار اللي هي هنا أدخم هنا في هذا الشكل الثاني تلاحظون هذا الشكل هذا يمثل التناسبات مال السن والعلاقة فيما بينها الدي ار هذا هو الدي ار وهذا الدي بيش وهذا هو الدي هذا طبعا بالنسبة للأسنان الخارجية وكذلك للأسنان الداخلية فاللاحظ أنه العلاقات هاي موجودة هنا اللي أمامكم الدي بي دي بي الدي بيش اللي هو متوسط القطر يساوي الدي اللي هو القطر الخارجي ماينس هذا الرقم اللي هو او بوينت ستة أربعة تسعة خمسة واحد تسعة في البيتش الخطوة أما الدي روت في معادلتها اللي أمامكم يعني إذا ما كانت معطات أو ما حصلت عليها من الجداول تقدر تحسبها من هاتين المعادلتين ثم بعد ذلك تقدر تحسب الـ اي تي من بعد ما تحسب دي بي و دي ار تدخلهم في هذه المعادلة تقدر تحسب الـ اي تي وإن كانت معطات في الجداول لكن أحيانا بعض الأسئلة مثلا ما موجود في الجدول الرقم اللي عندك أو المسنن اللي عندك المسألة الأخرى نحتاج أنه نتعرف على بعض النظام المتري كيف يتم التعبير عن المسنن كيف يتم التعبير عن هذا السن هذا السن كيف يتم التعبير عنه في النظام المتري يتم التعبير عن المسنن بالنظام المتري باستخدام الرمز M ابتداء ثم ثم الأوتر دايميتر على سبيل المثال M 12 في 1.75 يعني من تريد تختار برغي أو توصي باستخدام برغي توصف بهذا الشكل حيث تمثل هذه اللي أمامكم الـ M يمثل كلمة متري يعني النظام المتري مترك هذه الـ 12 تمثل الأوتر دايميتر D وهذه الـ 1.75 تمثل الخطوة P يعني معناها هذا السن متري قطره الخارجي 12 وخطوته 1.75 هكذا يعبر عن الأسنان أو اللوالب بالنظام المتري من الأمور الأخرى اللي نحب أن نتعرف عليها ونعرفكم عليها هو بعض الأمور المهمة اللي هي على سبيل المثال تقدم السن تقدم السن والتفريق بينه بين خطوة السن نحن سبق وأن عرفنا تقدم السن على أنه يمثل أن مقدار حركة الصامولة حركة الصامولة يعني الحركة تقدم الصامولة عند دورانها دورة عند دورانها دورة واحدة طبعا هذا يختلف فيما إذا كان السن single start أو كان double start أو كان triple start يعني يقصد به عند تصنيع السن أثناء تصنيعه قد يصنع سن واحد يصنع سن واحد وهذا السن راح يكون أدنى الخطوة تساوي الليد كما بيّن أمامكم هذا مثال أدنى هذا سنجل اللاحظ أنه كل دورة راح يتقدم الصامولة دورة واحدة لو فرضنا هذا السن راح تتقدم الصامولة خلال دورة تتقدم pitch واحدة أما أما بالدبل هذا مثال الدبل يتم تصنيع سنين واللي عبرنا عنهم باللون الأحمر والأزرق عند التصنيع من البدء start يتم تصنيع سنين في آن واحد فعندما تدور الصامولة دورة كاملة راح تتحرك two pitch لاحظ يعني هذا الخط الأحمر الصامولة إذا دارت دورة كاملة راح ترجع لهذه النقطة تشوف أنه تحركت two pitch لهذا احنا الليد اللي هو تقدم الصامولة يساوي two pitch في السن الثنائي اللي هو الدبل هذا هو السن الثنائي كذلك لو كان عندنا سن ثلاثي نتخيل مثلا سلك أو خيط ثالث مع هؤلاء راح نشوف أنه يتحرك ثلاث خطوات الصامولة تتحرك عند دورانها دورة واحدة هذا الأمر الأول الأمر الثاني اللي هو مهم ونحتاج أنه نتعرف عليه هو أنه زاوية السن two الف تساوي لنا ستين تساوي لنا عفوا ستين درجة يعني هذا السن هذا السن زاوية السن هذه تكون ستين درجة احنا تعرفنا سابقا على بالأكم ثريد بالباور سكرو قلنا تساوي 29 درجة هنا راح تكون ستين درجة طبعا هناك هناك أنظمة أخرى تكون غير الستين درجة لكن المترك الخاص بالبراغي المستخدمة للتثبيت نعم المسألة وهذه الفلكة تم تثبيت هذين الجزئين فنحتاج أنه نتعرف على أهم الأشياء اللي عدنا بهذا الشكل طبعا من الشكل اللاحظ أنه الطول الكل للبول تنسمي capital L يرمز له capital L والطول الجزء الممسوك اللي هو يسمو grip grip يعني مسك grip length يرمز له small L هذا هو small L هذا هو capital L هذا الطول الكل للبولت والجزء المسنن L threaded هذا الجزء المسنن هذا الجزء المسنن و احنا عدنا هنا يسمى بال L D الجزء غير المسنن اللي عنده قطر D قطره رح يكون outer diameter يعني هذا هو يمثل نفس outer diameter للتسنين نفس هو للجزء مال السن أو البولت small L T small L T هاي اكتبوها لأن راح تحتاجوها بعدين small L T يمثل الجزء المسنن داخل الجزء المسنن لاحظوا هذا الجزء المسنن صاير جزء صاير ضمن الجزء المسنن هذا اللي هو L والجزء الآخر خارج يعني خارج منطقة المسك هذه هذا الشيء مهم عدنا للشيء الآخر هو سمك الصامولة H سمك الصامولة طيب احنا عدنا مجموعة من المعادلات والستاندرز اللي راح تحتاجوها واللي راح نبينها لكم الآن طبعا في النظام المتري طبعا هناك نظامان قلنا النظام القديم النظام الإنجليزي اللي يعتمد على الانج والنظام المتري احنا عدنا الآن النظام المتري بالنظام المتري هذه التناسبات وهذه الأطوال تكون كالآتي أولا بالنسبة لل الت لثريد لينث هذا الجزء المسنن له ثلاث حالات طبعا كل وحدة منه تعتمد على طول الكلي على الطول الكلي إذا كان عندنا الطول الكلي هذا إذا كان عندنا الطول الكلي أقل من 125 ملي متر فإن الت هذا يساوي 2D زائد 6 ملي متر يعني على سبيل المثال إذا كان الدياميتر 12 فراح يكون 2 في 12 64 24 زائد 6 30 يعني إذا كان الدياميتر 12 D فراح يكون عندنا طول الجزء المسنن هو طول الجزء المسنن هو 30 ملي متر أما إذا كان الطول بين 125 ملي متر إلى 200 ملي متر إلى 200 ملي متر فراح يكون أدنى طول الجزء المسنن هو 2 D زائد 12 وبالنسبة للحالة الثالثة أمامكم هذه المعادلات وهي معطاة لكم أيضا في المحاضرة طيب ماذا بقي لدينا الجزء غير المسنن الجزء غير المسنن اللي هو هذا اللي هو L D هذا L D أكيد راح ال L D يكون طول الكل L طول الكل L ماين س L T وطول الجزء المسنن طول الجزء المسنن اللي هو داخل المسك داخل منطقة المسك الأقريب راح يكون small L ماين ص L D small L ماين ص L D هذا هو L T L T طول الجزء المسنن داخل الأقريب يمثل أن L الأقريب اللي هو طول المسك ماين L D اللي هو الجزء غير المسنن أما المساحة في المنطقة غير المسنن هذه هاي المنطقة غير المسنن المساحة مالتها راح تكون pi D تربية على أربعة ومساحة الجزء المسنن اللي قبل شوية قلنا لكم هي تساوي AT تأخذ تأخذها من الجدول ثمانية واحد تأخذ من الجدول ثمانية واحد اللي راح نشرح لكم أيضا لاحقا بإذن الله تعالى بالنسبة للطول الكلي كيف نختار أنتم نريد تصمم bolt تختار bolt شكرا تختار طول الكلي تختار الطول الكلي بما يساوي طول المسك طول المسك هذا هو طول المسك الجزء الممسوك زايدا ارتفاع الصامولة زايدا عدد من الأسنان احتياطا تكون خارج الصامولة هكذا راح يكون التوتال لين فإذن من هاي المعادلة راح نستخدمها ال يساوي L small L اللي هو طول الجزء الممسوك هذا طول المسك أو طول الجزء الممسوك اللي هو يسمو لقرب لين زايدا الارتفاع الصامولة هذه تأخذ من الجدول أي 31 زايدا 2P يعني 2 في الخطوة هنا 2 2 في الخطوة هذه احتياطة تكون خارج الصامولة طبعا يفضل أن تختار الطول من الأبعاد المفضلة الأطوال المفضلة الأطوال المفضلة تختار من الأطوال المفضلة اللي هي مبينة بالجدول أي 17 نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله لاحقا شكرا لكم اشتركوا في القناة